بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس التاسع والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نواصل الكلام على الآية الأخيرة من الآيات الثلاث التي تلوناها في الحلقات السابقة وهي قوله سبحانه فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يعني نتيجة لأعمالهم الجليلة من جهاد أعداء الله والصبر والثبات والاستغفار وإصلاح العيوب الله جل وعلا استجاب لهم لأن الله قريب مجيب فمنحهم ما يطلبون آتاهم الله ثواب الدنيا آتاهم الله ثواب الدنيا يعني من الخير الدنيوي وذلك بالنصر والتمكين ووفرة الرزق والعز والتمكين في الأرض آتاهم الله كل هذا من ثواب الدنيا آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة أي وآتاهم حسن ثواب الآخرة فجمع لهم بين الحسنيين ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ولاحظ أنه مع ثواب الدنيا لم يصفه بالحسن وإنما وصف ثواب الآخرة بالحسن لأنه هو الباقي وأما ثواب الدنيا فإنه مهما بلغ فإنه زائل فثواب الآخرة هو الباقي ولهذا وصفه سبحانه بالحسن وحسن ثواب الآخرة أي الدار الآخرة وذلك هو الجنة والدرجات الرفيعة قد جاء في الحديث أن في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيل في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ختم الآية بهذه الجملة العظيمة وهي أن الله جل وعلا يحب فالله يوصف بأنه يحب وهذا حب يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته يحب المحسنين الذين أتقنوا العمل الإحسان هو إتقان العمل وإتمامه والإخلاص فيه لله عز وجل وقد سأل النبي صلى الله وقد سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فالله جل وعلا يحب أهل الإحسان كرما منه وتفضلا منه سبحانه وتعالى وحبه لهم يقتضي أنه سيثيبهم الثواب الجزيل والخير الكثير من منه سبحانه وتعالى فهذه الآيات الكريمة الآيات الثلاث فيها فوائد عظيمة يحسن أن نجليها حسب استطاعتنا أولا في هذه الآيات تسلية أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بما حصل لأتباع الأنبياء السابقين في الجهاد في سبيل الله عز وجل وأن هذا لم يحدث فيهم ضعفا ولا خورا ولا استسلاما لعدوهم وإنما وإنما زاد فيهم القوة والشجاعة والثبات وطلب النصر من الله سبحانه وتعالى فهذا هو هو من أعظم فوائد هذه الآيات الكريمة يوخذ من الآيات أن حصول المصائب قد وقع لخيار الخلق فإنه وقع على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ووقع على أتباعهم فجريان المصائب فيه خير للمسلمين لينبههم لينبههم الله عز وجل على الخلل الذي يقع فيهم فيتداركوه وأيضا من أجل أن يمحص ذنوبهم ويغفر لهم سيئاتهم ويكفر به عنهم فالمصائب فيها خير للمسلمين وإن كرهتها وإن كرهتها النفوس ففيها خير والله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فالمصائب فيها حكمة عظيمة ولهذا يجريها الله على خيار الخلق ويدل أيضا تدل هذه الآيات على أن موقف على أن موقف الأنبياء وأتباعهم من تلك المصائب هو الصبر والثبات وعدم الجزع والتسخط ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكابرين لم يجزعوا ويتسخطوا ويتلوموا وإنما صبروا وثبتوا كما قال صلى الله عليه وسلم نحرص على ما كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن خير المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فموقف الأنبياء وأتباعهم من المصائب هو الصبر والثبات والدعا والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين شكرا